اه بالمناسبة النهاردة في العزة تم رفض استقبال احمد سالم المتحدث الرسمي اسمه احمد سالم يا جمعة احمد سالم المتحدث الرسمي لمجلس ادارة نادي الزمالك تم رفض استقباله من قبل عائلة الفقيد لان طبعا انتم عارفين التصرحات اللي قالها التصرحات الواحد زعلان جدا من التصرحات او ربما هو ما عايش يرسيغ الكلام والله اعلم كامل احترام طبعا تقديل ليه بس القصة ما كانتش حلوة والناس مطالبتوا بالاعتذار وهو يمكن نازل بيان اعتذر فيه وكلام من ده بس اخطأ خطأ جسيم في الصياغة اللي اتكلم بيها فكان هو حتى في البيان اللي نازله اعتقد قال لك انا مستعدة اروح اقدم واجب العزة الناس رفضوا بالعزدة رفضوا انهم يستقبلوا اصلا فبالتالي مراحش النهاردة وكانش موجود خلاص طيب موضوع المستشار مرتضى منصور سألنا استفسرنا لان اعتقد فيه فيديوهات للمستشار مرتضى منصور هو بيقول ان هو خلص كل حاجة اللي عرفته ان عائلة الفقيد في قمة الغضب من مرتضى منصور في قمة الغضب لانه هما ما سألنا حد فيهم يعني قال لك لا شفناه ولا نعرفه ولا لينا علاقة بيه انا بقول اللي عرفته يتلعبها ايه يا جنبا يتلعبها دي حاجة تخصه قبل كده حصل كدير ولا بيفرق معناه لكن اللي عرفته ان اللي حصل ان هما استقبلوه ولا ان هو قاعد معاهم ولا الكلام ده كله تبقى ل احد افراد العائلة ده الكلام بالزبط وهم استقوا من اللي بيحصل يا جماعة الله يبرك لكم راعوا شعور الناس راعوا شعور الناس في ناس بتحاول تستغل المواقف اللي زي دي والله اعلم بالنواية برضو مش هاخوت في نواية حد او مش هدخل في نواية حد في ناس بتحاول تستغل المواقع اللي زي دي للقطة والله ما بتهم حد لمستشان مرتضى منصور ولا غيره انا بقول لك في حاجات كده مش محتاجة يعني لو حعمل حاجة خير مش لازم اطلع وتكلم مع الناس بص انا رحت وعملت وقعدت وخلصت والناس جميع وفين مجلس عارض نزل وفين فلان وفين يعني بتعمل خير لو انت فعلا عملت واحمله في الكتماع خلاص القصة خلصت مش لازم مش لازم القصة دي اي كان مين هو بقى مش لازم الموضوع ده مش لازم اللقطة دي مش لازم الجو ده مش لازم فالناس مستأمة من القصة دي يا جماعة بقول له حضرتكم برضو خبر فدي كل التفاصيل الخاصة بموضوع أحمد فتوح اللي اتمنى له ربنا رب يفق قربه لأن أزمة كبيرة ويصبر أهل السيد الشبكي أمين الشرطة الراحل ويرحمه رب ويغفر له ويسكنه فسيح جنته بإذن الله تار